اشتركوا في القناة من مستقبل الطعام ودي عنوان الوحدة التالتها ان شاء الله النهاردة هنشتغل على تدريبات المفردات التي تخص الدرس الاول والتاني منها المعاصر عشرين اربعة عشرين اربعة اللي هنزلت مباشرة للتدريبات بتاعتنا وهناخد الكي فوكابلر المفتاحية او الجملة اولاك فيها الفلاح بيحتفظ او بيربي الكثير من ايه مثل الماعز والخراف ايه دي ده هي تصنيفها اجري كالتشر علم الزراع او الزراع واللايف ستوك اللي هي حيوانات المزرعة ودي ممكن يجي وراها فعل مفرد او فعل جمع حسب ما انت شغال عليها وعندك كلمة تاني شو باسمها كاتل اللي هي سي اي تي تي اللي ودي بقولوا عليها الماشية تحديدا من الابقار والجاموس لكن لايف ستوك حيوانات المزرعة عموما يجي فيها يعني المغزة يجي فيها الحمار ويجي فيها الخيل والحاجات دي كله داخل في اسمه لايف ستوك تمام كده هي اللي هناخدها اجابة في جملة رقم واحد كلمة انوفيشن معناها ابتكار كلمة كروبس معناها محاصيل زي من الصوف اجريكالتشر وزارة الزراعة مالها يا عمي قال لك داس اتسبست معناها تبزو القصارى جهدها توبريديوس علشان تنتج او ويدر ايه ماشي او فود ايه بقى اللي ويدر معناها متسع من الطعم داريس متنوع تمام ذاري يتنوع ذرايتي تنوع تمام وعندي ذاري فاي معناه يتحقق من او ويدر ذرايتي اوف تمام بمعنى تنوع واسع من ايه من الطعم طيب سامح حد يقول لي مستر يعني كنا عايزين اكتب لنا كلمة كاتل خاضر هكتب كلمة كاتل هنا او بس عشان احنا ايه بياننا الفرق مينها مبين لايف ستوك يعني مسلا قلنا ايه الكاتل ماشي الكاتل زي مسلا ايه كاوز مسلا خلاص ده على سبيل المسال زي الكاوز مسلا خلاص مسلا ايه ماشي اما لايف ستوك ماشي قلنا زي ما هو جايب لك كده جي او اي تي اس خلاص ويجايب لك هو جنبها اه شيب اس اتش اي اي طيب ننكمل تكتبات شباب بعد ما كتبنا لك الكلمات كاتل ولايف ستوك وما نبقاش فوتناهم وقلناهم باللسان لا مستر انت قلتهم باللسانك مجا طيب هنا كتبناهم عشان تبقى ايه الدونة قدامك واضحة نرجع نكمل بقى جمل ووصلنا جمل رقمتات بقول لك فيها برازيلز كوفي القهوة البرازيني او البن البرازيني جاي فراغ بعدها بيجينز توبي هاربست بيتم بيبدأ الحصاد بتاعه في شهر مايو طيب editions export معناها انت عندك حاجة يسمى exports and imports exportम principles يصدر. معناها يستورد. معناها محصول لانكم معناها الدخل. طيب محصول البن البرازيني. بيبدأ الحصاد بتاعه في شهر ماي. اربعة بدأ الفراغ. كزا لا يعني فقط زراعة النباتات. ولكنه ايضا يعني ان انت تربيه حيوانا تبادي فارمينج الزراعة. ويقصد بيها ان ان انت تعتني بمنطقة او ارض زراعية وتقوم بتربية حيوانات عليها. وهي كمان ايضا الزراعة. عملية الحرص. اللي هو تجهيز الارض للزرع. الزراعة بدون تربة. معناها ايه? معناها الانتاج. هنا بيتكلم عن فارمينج الزراعة. يقصد بيها. تزراع الارض محصيل وكمان تربي مجموعة من الحيوانات. عركنا الشاشة شوية عشان نخلي جملة خمسة وصار معنا الطريقة افضل بولي فيها. الحياة على ايه? بتعتمد بصفة اساسية على الطاقة ويجيت فروم دا سن بنحصو عليها من الشمس ايه? فلور ارضية المكان اللي انت فيه. مدرسة اي شقة اي حاجة. ايرت دا كوكب الارض. الارض اللي بتاعت الملعب مسلا. او الارض اللي في الشارع. سويل التربة قابل الزراعة. الها على كوكب الارض. بتعتمد على جمية الطاقة اللي بنحصو عليها او بتعتمد في الاساس على الطاقة اللي بنحصو عليها من الشمس. سيدة ولا فيها دا ستيت. سيدة معناها الدولة. تقبل في انجاز وتحقيق كزا. اللي هو نمو اقتصادي والشيكان والذي يمكنه في النهاية ليه يؤدي على الرخاء. طيب ايه? سيستينبو المستداد انتجة معناها غير موضع ثقة يعني ما حاجة ما تسدهاش يعني. ولا يمكن حلو بمعنى نمو اقتصادي مستدى. السلسلة الغزائية كلها ملها تتأثر بواسطة اللي افراط في استخدام المواد الكيميائية. ان ايه? فرايتي. تنوع. لايف ستوك. حيونات المزرعة. اجري كالتشر. الزراعة. اينوفيشن لابتكار. اجري كالتشر. الزراعة وعلم الزراعة. اللي بعدها كانسر ديسترويزر بنعفينا. السلطان بيدمر قدرة الجسم على ايه? خلايا الدم البيضة. بروديوس ينتج. ريد يقرأ. ديزير يستحق. فراون بمعنى يكشر. بروديوس بمعنى ينتج. فود الطعام فرق بعدها. وانت اب افتر دي كامباني. وانت اب بمعنى ازدادة يعني. بعدما الشركة بوت اشترت. نيو اكويتمنت ألات جديدة. فور اتس فاكتوري المصنع. ايه? كونستركشن تشييد. ريدكشن جاي من ريديوس يقلل بتقليل. بروديكشن حماية بروديكشن إنتاج. ايه دي؟ هي دي. فود بروديكشن بمعنى إنتاج الطعام بذات لما الشركة جابت آلات جديدة. طيب نتحرك مع الشاشة عشان نجوم لحشة بزارة الطائفة بقول ايه? دي ايجنت رفيوزيس تو ساي اينيثين اباوت هز ايجنت معناها عميل. يرفض انه هو يقول اي حاجة. اباوت هز ايه? اوف اينفورميشن للمعلومات ايه? اوثر معناها مؤلف. سورس معناها مصدر او منبع معلومة مثلا. ماشي او خبر او حي زي كده. كلمة ريسورس معناها مورد او مرجع علمي. تمام عد بروديكشن بمعنى إنتاج. الراجل رفض يقول عن المصدر اللي جاب منه المعلومة. سورس المنبع بتاعه. مثلا منبع نهر النيل. فارمرز سيل دير فرش. الفلاحين او المزارعين بيبيعوا ايه الطازج؟ تو سيتي دولرز لزكان المدينة. ايه؟ فارمينج عملية الزراعة. فارم لاند الارض نفسه. اللي ارض المزرعة. بروديوس معناها منتجات زراعية اجري كالتشر علم الزراعة. فرش بروديوس المنتجات الزراعية. عشان ما تختلطش معك والفعل بروديوس ينتج نفس الحروف اه النطقة اه. لكن دي ديها معناه ديما. ونزود بدون ايه؟ هيومانية البشرية would never have access to modern technologies. بدون كذا البشرية. مش هيبقالها القدرة على انها الوصول بكذا او التعامل مع modern technology ايه؟ بدون ايه؟ بدون inspection تفتيش. deviation انحراف. innovation ابتكار وتجديد. aviation الطيران. وذوت innovation بدون الابتكار. مش هنقدر نروح ناحية التكنولوجيا الحريصة. طيب نتحرك بالشاشة. عش نروح الimportant vocabulary واول جملة. هذا الرقم 13. هل تعلم ما ايه؟ فولكينوس تحدث البراكين انها تحصل؟ نول ايه؟ نول ريزونز. ريزونز معناها اسباب. معناها نتائج. معناها اسباب برضو. وميكس معناها يجعل الله. طب هنا هوا ايه هنا هوا؟ هادي وط ما؟ طب قول ايه؟ وط ريزونز فولكينوس تحدث البراكين. مش ركبة الجملة. ليه؟ لاني يا ريزون ماجيش مع وط. اقول ريزون فور. اقول ريزون واي. لكن كوزز. ما الذي يسبب؟ تمام ودي اجابتنا في الجملة رقم 13. 14 اقولك فيها. كيف تعتقد انت هتضع كل هذا في الجملة الصغيرة؟ اه في الشنطة الصغيرة دي. طيب. نول اسطف ودي معناها اغراض وهي كلمة غير قابل العدد. يعني ما قدرش حطي الاس واجمعها. تمام؟ اسطف اللي هي هيئة العمل. تمام؟ لكن اسطف اللي قلنا عليها اغراض او امتعة. طيب. اسطف التاني بحرف الايه اللي هي هيئة العمل. اسطف معناها فز. وعند اسطف اللي هي وغده الاس اللي قدامك ديها. ماشي جاب معنا يحشو. ده فعلا في المدارة البسيطة. هنقول كلمة اسطف اللي هي اغراض. الكلمة غير قابلة عدد هي اجابتنا في جملة رقم 14. 15 رهيزه جايب وراها الفراغ. كذا حاجة تخص الشخص ده. تمام؟ ان النظام يجب تغييره. تمام؟ النظام حاجة موينة. تمام؟ رفضة. طيب. نقول بمعنى اقتراح. اقتراح وتنفع طلب زواج. اللي هي التصميم. مش تصميم حياتك السرك على حاجة. لا تصميمك لشيء مثلا. كريشة معناها خلق او ابداع. بمعنى العرض اللي جدمه. او الاقتراح اللي جدمه تم رفضه. ده جاب ان الحكومة جافرة بعدها. الكسير من المال. في الزراعة. والتعليم. تتطورهم. اقتراح لتطورهم. طيب. بتعمل ايه؟ بمعنى يتنبأ. ينفق. ينفق. تمام؟ ان فيس يستثمر. يحمي. ان فيس يستثمر. يحدوا لي يا مستر. مش معناها ينفق وتنفع مع الفلوس. كنا نقول مع عرف الجر. ان. سبينز ان. لكن ان يبقى يستثمر. ان فيس ان. مش ان. زي سبينز. عشان ما تبقى الجملة تبقى. تستويل. الامتحان. سوف اجاف رغبها. اجابة اسئلة. بخصوص فقرة معينة. طيب. بمعنى يتكون. زي مول الحجرة دي تتكون من. نافذة. وباب والحاجات دي. ولا. بمعنى يقصي. يعني تبعت حد انه مع السلام انت. ولا. اللي يتساوي. بمعنى يتضمن على كذا. ويجتمل عليه. ولا. يحل. انفولف. يتضمن على كذا. اللي هي. انكلود. نحرك الشاشة. عشان نخليجونا 18 واضحة. بطريقة افضل. من الضروري. ايه يعمل من الضروري. فرق بعدها. اللي هو. طبعا ناخد معها كمان كلمة. اشتباه. اللي هي اساليب انتاج الطعام المستدامة. من الضروري ايه. يحارب. ولا. كاتداون. بمعنى يقطع. ولا كريات يخلق او يبدع. ولا. لا. احنا بقى كريات. عايزين نخلق او نبدع. اساليب. لانتاج المستدام. اه او انتاج الطعام بطريقة مستدام. لا. هو ليس متأكد عن ما سوف يحدث. هو بس. هو يدوب ايه. بمعنى يتنبأ. كانوا بقول لك. يعني. ولا يحمي. ولا يتضمن. ولا يتأكد. بمعنى يتنبأ. اعتقد اني مودن فارمينج ميثود. اساليب الزراعة الحديثة. هي افضل ايبات. لنقص الطعام. مشكلة. يعصد بها مشكلة نقص الطعام يعني. طيب. نقول ليه. جاب فجوة. ولا طيب نموذج من شيء. ولا استثمار. ولا سولوشن. هي دي حل. نقول لها لبعضها. بيقول لي انا اعتقد اني. اساليب الزراعة الحديثة. هي افضل حل. لمشكلة نقص الطعام. هو صغير جدا على انه. في واحد وعشرين. الشركة الكبيرة دي. ما عندهوش خبرة كفاك. طيب. نقول رن بمعنى يدير. مش معنى هيجري. تمام. ولا هيل يلتام ولا انفولف تضمن. ولا انتدوس يقدم. بمعنى يدير. تمام. انه هو الليدير الشركة. ده لسه سنه صغير. انه هو يقدر يعمل كده. طيب. هي داز او. جاي فرق بعدها. amount of work in a short time. هو يقوم بعمل كذا. من العمل في فترة قصيرة. طيب. no one else. تمام كده. كان اتشيف ذا. حدش يقدر ينجز ده. حدش يقدر يعمل زيوها. طيب. نولا هي نوبة. usual معناها معتادة. normal معناها طبيعي. ordinary معناها عادي. و extraordinary معناها فوق العادي. حاجة زيادة شوية. extraordinary عكس كلمة ordinary. ordinary حاجة عادية. extraordinary يعني تفوق العادي. حاجة رائعة فيها تفوق الخيال. يعني. فراغ في تدعو عشرين. وبعد كده كما ايه ببدا. where it is usually rainy and hot. حيث ان بتبقى كثيرة المطر. مكان ده منطر وحار. هاذ اذا رايت اوف وايل لايف. فيه تنوع من الحياة البرية. ده ايه. سي ويدز. ولا ديزلت السحاري. ولا رينفورس الغابات المطيرة. ولا رينفول سقوط المطر. دي حاجة تاني. رينفورس الغابات المطيرة. هي حيث. الدنيا دي بتبقى. المكان هنا ببقى. ببقى ريني. معناها كثير المطر. ببقى كمان حار. وبيبقى فيه تنوع الحياة البرية. حرك الشاشة. عشان نخلي جونا اربعة عشرين وخمسة عشرين. زي نبدو الافضل. بقول. الورق اللي انت بتدور عليه. مش في الخزنة دي. ملاحظة ببقى. ببقى. بقى كده. يمكنك كده. بقى كده. بقى. بقى. بقى الورق. بقى مواد. هذه التي التي تطلبها. بقى مواد. أين كده. بقى مواد. بقى مواد. بقى مواد. парال. بقى مواد. there is not much. لا يوجد هناك هناك الكسير من ايه? to grow crops ان احنا نزرع محاصيل. farm معناها مزرعة. place المعنى الحرفي ليها مكان. تمام? in front be a was space. آه space معناها قطع فاضية من الارض. يعني هزا يقولك ايه? لا يوجد فراغ. ما فيش مكان نزرع فيه. طيب. هما ليه place? لو استخدمتها كفعل. بمعنى ان انت بتضع شيء في مكان ما. ما لهاش دعوة بالspace الفراغ. يعني بص الحتة دي. شاف النقط دي? دي نسميها space فراغ. ما فيش حتة فاضية نزرعها بما فيه. حتة فاضية ما فيه الكفاية تنفع تتزرع. يبقى place عاجة. و space عاجة تاني. حرك الشاشة. ونروح ليه التعريفات. وبدأ من رقم ستة وعشرين. اول جملة فيهم في التعريفات يعني مش في التدريب. وضفراء اذا practice or business of growing crops. ماشي. كزا هي عبارة عن ايه? ممارسة البزنس المتخصص في زراعة المحاصيل والاحتفاظ بالحيوانات التربيتها. ايه ده? ال جي اللي هي التحالب هو فارمينج عملية الزراعة والانوفيشن اللي هو علم الزراعة ذاته فارمينج يا شباب. اللي هي عملية الزراعة اللي مش بس قاصرة على انك انت تزرع. لانك كمان انت بتحتفظ تزرع محاصيل يعني. لانك انت بتربي ايه? بتربي الحيوانات بتاعت ايه كمان المزرع. سبعة وعشرين بدا الفراغ ازا براكتس او ساينس او فارمي حاجة تاني ده. ممارسة او علم الزراع بدا اسمه اجري كالتشر ده علم بقى. تمام? تمام وعشرين اه او جاي الفراغ بدا ازا اثن كزا عبارة عن ايه شيء او بليس مكان او اكتيفتي نشاط ذات يو جيت سامثينك فروم بتحصل على شيء منه. ده ايه? ده كده برودكشن انتاج ولا سورس. تمام? اللي هو اه مصدر الشيء او منبعه ولا سي ويد. ولا الا اه البردوس. الا البردوس هنا بتجيب ليونت تجيب ليونت تجيب ليونتجات زراعية سورس ايها بحسائها في جميع رقام اتمنية او عشرين. سا عشرين بدا الفراغ بقول لك فيها. تقديم تقديم أفكار جديدة أو أسريب جديدة تقديم التحالب الزراعة تقديم تقديم أفكار جديدة أو أسريب جديدة تقديم أفكار جديدة تقديم الكواكب اشتركوا في الجديدة أليم محاصيل المحاصيل ك tournaments شعبنا انشاء كلمة نجيب وراءها فعل يساوي او نجيب وراءها حسنا في البداية القديم لكن كلمة ، هي المخطر تعامل معاملة زيته للواقع. نتحرك مع الشاشة. والجملة واحد وثاتين ولا فيها. ذا نوين الاسم كزا. معناه اشياء كثيرة جدا. من نفس النوع والتي بينها تباين بطريقة ما. يعني الاسم كزا. معناه انا اسم من الاربع حاجات اللي جاية. طيب. معناه حاجات كثيرة جدا من نفس النوع. ماشي. لكنها مختلفة عن بعضها البعض بطريقة ما. يعني هم النوع واحد. يعني مثلا. انا جاي بمختطفات من مجموعة اراء سياسية الكتاب. خلاص كده? يبا هم ايه? يبا هم من نفس النوع. فكرة انهم اراء سياسية. لكن في اختلاف بينهم الى حد ما. ده احد يقول ان ان مش عارف فيه ده. مثلا يعني. مجموعة مقتطفات من عمل ادابي وهكذا. مقررات في اللغة. ده بتكلم عن الادب. ده بتكلم عن ايه? مش عارف ده بتكلم عن المهارات اللق. كده. يبا 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 اللي هي كلمة تنوع. ولا اللي هي المزرعة. ولا اللي هي المزرعة. ولا اللي هو الانسان النباتيني اللي ما بيقولش حيونات ولا آآ الحوم. ولا هادو بورنكس الزراع بدون تربا. ده كده ايه? اللي هي كلمة تنوع. فراغ في اتنين وثلاثين هي عملية آآ انك انت بتعمل حاجة او بتزرعها علشان يتم بها بخصوصا لو كانت الكلام ده بكميات كبيرة. بده اسمه الانتاج. يبا انت عشان الانتاج ده هو عبارة عن عملية اجرائية من انك انت تصنع شيء او تزرعه. مش اللي هي مصدر او منبع او اللي هي الطحالب البحرية تشبه كده كلمة اللي اللي قلناها من شوية بمعنى ينتج او منتجات زراعية. او بالكلام عن الانتاج عموما. تمام? طيب نروح لبعدها فراغ في تلاتة وثلاثين هو عبارة عن طعام او اشياء اخرى التي تم زرعتها او انتاجها هنا فارم اللي مزرعته بيصلده عشان نباعها. ده كده ايه? ده فلاور الدجيج ولا مصدر او منبع ولا سي ويد. الطحالب البحرية ولا بروديوس المنتجات الزراعية هي دي تحديدا لانه ايلا كيب بنزراها عشان نباعها. في اربعة وثلاثين او رانجة فراغ ده اذا بلانت ساتش از ويت رايس او فروت ذات از جرون باي فارمرز اند يوز ده از فوت كزا عبارة عن نبات. ماشي زي القمح او الارز او الفكهة بيتم زرعتها بواسطة المزارعين عشان تستخدم كطعام. تبقى ايدي ايرث كوكب الارض ولا لايف ستوب بتوع حيوانات المزرعة ولا كراب. معناها محصولة له هاتبونكس زراع عبدون تربة ده هي كراب. حرك الشاشة مرة كمان عشان تظهر معنا الجملة اه خمسة وثلاثين وستة وثلاثين بترية افضل. ذا وفراغ بعدها في خمسة وثلاثين is the planet that we live on. ده الكوكب اللي حميش عليه. يبقى ايرث كوكب الارض ولا سوء للتربة اللي بتتزرع ولا فلور ارضية المكان اللي انت واقف فيه. هو الارض زي ارضية الملعب مثلا. تمام؟ play ground ارض الملعب. ده هي ايرث كوكب الارض. ستة وثلاثين بداف فراغ منز معناه able to continue وقادر على الاستمرار for long time لفتة طويلة ايه؟ innovative معناها ابتكرا. various متنوع. urban. تمام؟ وبعد كده sustainable. از اه هي ده ونروح لسه تدريبات ما اخذتش. يعني عندي الان دلوقتي تدريبات على حاجة اسمها vocabulary study دراسة المفردات. وهنشوف اول جملة فيها ولا كفيها. the weather dot. اه الطقس حصل له ايه؟ annoyed بمعنى يعني ايه معناها تضايقة تنفع مع البناء يادمين. even hotel بمعنى زرد يعني حرة اكتر زي ما يقولوا دي مقارنة صفات. تمام؟ وبيقولوا عليها comparative phrases بعبارة مقارنة stuff. احنا اللي ساعلينها مشوية بمعنى اغراضهم بتاعها تعمل معاملت هي او شوية تعمل معاملت المفرد. خلاص طيب. billions of pounds مليارات الجنيهات. طيب. الطقس حصل له ايه؟ what even hotel يعني زادت حرارته. this first has fifty varieties of insects. طيب ايه معنى الجملة؟ بيقول لك هذه الغابة فيها خمسين انواق خمسين نوع آآ من ايه؟ من اللي ايه من الحشرات؟ كلمة variety is معناها تنوع. طيب جامل كلمة variety بمعنى تنوع ليس منها؟ طيب. the word variety نحن قلنا عليها تنوع. صالص كده؟ طيب انت سنتس. السيننم بتاعي مراضيفة ايه؟ formality اللي هي بيقولوا عليها جامل كلمة formal. formal معناها رسمي. تمام كده؟ وinformal معها غير الرسمي. لما قول فورماليتي اللي حاجة اجراء بطريقة شكلية. يعني حاجة انت بتعملها بطريقة شكلية. خلاص. formality اللي هي الاجراء الشكل. sort هنا بمعنى نوع. زيها زي variety اللي هي الكلمة دي. تمام؟ uniformity اللي هو التماسل. وعند uniform is z. انت بتلبسه فورماليسة. طيب. يبا هنا كلمة variety بتدي نفس معنى مع كلمة sort. زي kind يعني نوع برم. he kept his promise. حافظة وعده. يعني وفى بوعده. اللي هي الكلام اللي ايه؟ ترجمة اللي انت تفهمها. حافظة على عهده او وعده. صان الوعد يعني طيب. the verb kept in ها هو. and the sentence. الانتنم بتاع antinomis. with ايه؟ مع بروك. آآ ان انت تحفظه انك انت ايه؟ تخلف الوعد. لما اقول break promise. بمعنى خلف الوعد اللي هي كسره. طبعا انت كسرت الوعد بان ده خلفت بي. followed التبع. fulfilled ده حققها. comply with. ماشي. بمعنى يوطيع ودى الماضي منها قطعة. طيب ان نروح لجملة اربعة. he runs a supermarket. يدير. run هنا بمعنى يدير. مش بيجري. مش بيروح سباق. يدير super market. ايه معنى بمعنى يجري. يجري في سباق. speeds اللي هي بتاعت السرعة. manages بمعنى يدير works يعمل. he manages it. لان ان هو منج تساوي run. بمعنى يديره. مش عمال يجري في سباق. متحرك مع الجملة رقم خمسة بقول لك فيها. what of the following ايه من الاتي gives the meaning of keeps. ماشي in في الجملة دي. كلمة keep هنا عايزين معناها بالسوزبور شوية. اللي هي keeps live stock. اه keeps live stock معناها بيربي. مش معناها بيحتفظ بكزا. كيب هناك معنى يربي. طيب raises هي اللي معناها يربي. raises معناها يرشق زي الشمس مسلا. carries on carry on a project معناها ينفذ مشروع. and includes معنى involves يتضمن. he keeps live stock زي بيربي حيانات المزرعة. he kept looking at the sea in silence. مختلفة. kept هناك معنى continued. استمر في كزا. يبقى went on. خلاص. يبقى keep في جملة رقم ستة معناها يستمر في كزا. استمر في النظر الى البحر هو سكت. لكن فوق keeps live stock معناها raises يربي. صلاح is an extraordinary player. لاعب يفوق العادة. مش عادي يعني ده حاجة رائعة. هنا بقى this means ده معناها ان صلاح ايبقى player amazed. مفعول بي. amazing فاعل. فريدبل معناها يمكن تصديقه عادي. صلاح كده amazing. دي صفة. للفاعل ومش للمفعول. اما وليه I felt amazed. انا كنت. ماشي مفعول بي كده. لكن amazing هو بقى اللي مزهل. my uncle is expert keeping live stock. ايه حرف الجر اللي يناسب ايه حركنا الشاشة شوية كمان عشان نروح مع جملة رقب تسعة. we need urgent solutions. احنا محتاجين حلول عاجلة. كزا. these problems they be urgent solutions too. حلول عاجلة لي. منفعش اقول from ولا as ولا out. this company الشركة دي جايب فراغ بعدها. much money from electronics. هزي الشركة كزا. الكسير من المال. من. كتبالك من حتة من. الالكترونيات. no did ولا give ولا made ولا spent. no made. كزا. from بمعنى كونت سروة. من. داكروبس المحاصيل فراغ بعدها on our farm في مزرعتنا our water directly from the night. بيتم رأيها بطريقة مباشرة من النيل. طيب. don't. ولا taken ولا told ولا grown. grown بناء المجهول. المحاصيل اللي بيتم زراعتها في بناء المجهول. ليه كانت اختصالة which are grown. حوزفت وخدت معها باربي توبيه. فضل التصييف الثالث. the manager involved him. المدير كلمة involved كأنه يقول لك included يعني. in his new stuff. يعني عايز يقول لك تيه ضمنوا. يعني وضعوا في اللي ايه في الاسطاف الجديد بتاعه. عايز انتنام. عايز موضع. the involve. كلمة involve معنا هي يشركوا في كزا. حطوا ضمن كزا. عكسا انك انت تعمله. exclusion اللي هي من الفعل. exclusion. يقصي. خلاص? included. اه 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 زي اه زي. كان انا عايز العكس. خلاص? طيب. added معناها اضافة. recommended معناها زي. We need to work hard for many years. وجاء فراغ. to rebuild our country. اه. الصياغة دي. We need to work hard for many عايز تقول المصدر. ينفعش اجيب كم في المصدر او كم زي مضارعة بسيطة وهيس كم مضارعة تان. بنحرك الشي شوية كمان بس كده عشان انجمل من تلات طاقة من اربعتاشر لسبعتاشر تبقى الظاهرة معانا بالطريقة افضل بقولي فيها. قطع الغابات المطيرة ايه? معنى الجملة على بعضها. قطع الغابات المطيرة سوف يزيد من حرارة اه اللي هو المناخ. مش الطاقة. المناخ. ليست ان ولا دعو. زادة بنسبة. ما نفعش او الاف ولا اف واحدة ولا ان. زي انت المحاور اللي بيجي املأ. the application form. fill in. يملأ. استمارة. it is a necessity to stop cutting down trees enforced. يجب انه من الضروري ان انتوقف عن قطع العشجار في الغابات. كشبه كنتها تدبات الفوكابلالي. عالدرس الاول والتاني الوحدة التالتة المعاصر الشينا البعارشين. تدباتنا معك لم تنتهي بعد ان شاء الله انتظن في المزيد. مع معلم خبير اللغة الانجزيمس روس العزة السلام ورأيكم وبركاته.